لقد غيرت التكنولوجيا نمط حياتنا تماماً ونصبت جدران العزل والوحدة بين البشر وساهمت في تعطيل قدراته العقلية وأجهدت العين والجسم والبصر وأصابته بالقلق والاكتئاب حين أفقدته التواصل الإنساني الحقيقي أصدقائي في كل مكان حوالي عام 250 قبل الميلاد باليونان طلع العالم أرخميدس من الحمام عارياً وهو يصرخ يوريكا يوريكا وجدتها وجدتها وبيقصد أنه وجد قانون الطفو والجاذبية يلي سمي فيما بعد قانون أرخميدس وبعد هالشي اعتمدت على الاكتشاف جميع المصانع يلي بتصمي من السفن الصغيرة والعملاقة والتي تجوب البحار والمحيطات بتلاقي سفينة حديد حاملة انطار بينما البحر بيغرأ فيه مسمار كيفيك؟ السر طبعاً يقمن بالكسافة والحجم الهوى أقل كسافة من الماء يعني وهنين عم يبنوا السفينة بيعملوا فيها فراغات هوائية بتخلي السفينة تحمل طيارات وسيارات وما بتغرأ العالم تشيكي كارلت شابك هو اللي اخترع كلمة الروبوت كلمة تشيكية معناها العمل الشاق أو العبد أو القن وعمل مسرحية خيالية عام 1920 بعنوان الروبوتات تطرح قصة معمل عم يصنع أشخاص اصطناعيين من لحم ودم وبصير صعب التفريق بينهم وبين البشر الحقيقيين بيعيشوا مع بعض مبسوطين بعدين هالكائنات بتتمرد هالكائنات الاصطناعية بتتمرد ويؤدي تمردها لانقراض الجنس البشري يعني شابك عم يتنبأ بسيطرة التكنولوجيا على الإنسان وتدميره خيال علمي مفاده أنه الإنسان يخشى من تطور ألا يظل الذكاءه الاصطناعي من روبوتات وآلات تحت سيطرة الإنسان خطى الإنسان منذ القرن التاسع عشر بعد الثورة العلمية وحتى الآن خطوات جبارة في مجال التطور العلمي وامتلك معرفة الكثير من قوانين الطبيعة التي جعلته يملأ هذا العالم بشتى الابتكارات والاكتشافات حتى وصل به الأمر إلى العبث بالجينات الوراثية والسؤال الذي يطرح على الإنسان إلى أين نمضي؟ ماذا بعد؟ أصدقائي التكنولوجيا هي توظيف المعرفة العلمية لتحقيق حاجات الإنسان ورغباته في تطوير المجتمع وراحته وضمان بقائه لقد حققت التكنولوجيا للإنسان الراحة في التنقل براً وبحراً وجواً حققت له التقدم المذهل في الطب والأمراض كما حققت له التقدم في مجال التعليم والمعرفة في مجال التواصل والاتصال مع مختلف شعوب العالم كسرت الكثير من الحواجز بين البشر كما ساهمت في ارتقاء التجارة والصناعة والزراعة واكتشاف الطاقة الطاقة النووية نعم إننا نعيش الآن عصر التكنولوجيا الغريب دللتنا هذه التكنولوجيا ودلعتنا آخر دلع وغيرت نمط حياتنا تماماً ولكن هذه المعرفة الغزيرة خرجت من عقلانيتها وابتلينا بغرور وجشع الإنسان فمضى يستنزف ثروات الأرض بقزوة مستخدماً أقصى ما يستطيع من الوسائل التكنولوجية اشتث الغابات اخترق الجبال شوه الأرض بحثاً عن المعادن عن البترول جرف أسماك البحر حتى القيعان بسفن الصيد العملاقة نفث الغازات السامة في الجو رمى مخلفات مصانعه ونفايات اختراعاته ومنجزاته في كل مكان وابتلي البشر بضجيج هائل من طائرات وسيارات ومعامل لقد فقد الإنسان الهدوء إلى الأبد والأخطر من ذلك أن هذا الإنسان قد وجه معظم مقدراته العلمية ومعرفته إلى صنع أسلحة فتاكة تهدد الجنس البشري بالفناء وينفق عليها بسقاء أطعاف ما ينفق على صحته وشرابه وطعامه وعمرانه وتعليمه وثقافته الراحة والسعادة التي تجلبها هذه التقنيات يكدرها ويعصف بها جشع وطمع الإنسان وقلة تبصره فالدمار لم يلحق كرتنا الجميلة فقط بل عصف بروح الإنسان نفسه لقد غيرت التكنولوجيا نمط حياتنا تماما ونصبت جدران العزل والوحدة بين البشر وساهمت في تعطيل قدراته العقلية وأجهدت العين والجسم والبصر وأصابته بالقلق والاكتئاب حين أفقدته التواصل الإنساني الحقيقي فالصورة والصوت لا تغني الإنسان أبداً عن اللقاء الحي الدافئ بأهله وأحبائه وشتان بين الرسائل الإلكترونية التي تمحى بكبسة زر وترفة عين وبين الرسائل الورقية التي تحتفظ بروحها وكلماتها وشذا عواطفها إلى الأبد شتان بين الصورة الفوتوغرافية المطبوعة على الورق وبين الحاسوب والهاتف الذي يطالبنا من وقت لآخر بحذفها لأنه امتلأ وحان وقت التنظيف نخزنها وأقل ما نراجعها فقد لا نملك الوقت انتهى إلى الأبد عهد الرومانسي المفعم بالعواطف أصدقائي التكنولوجيا لها انعكاسات سلبية على الإنسان كثير من البنوك والمعامل والشركات استغنت عن الإنسان وصرحته من شغله واستبدلته بالحواسيب والروبوتات دخلت أنا وصديقي لشركة بدي شوف مديرة قالوا لنا انتظروا لو سمحتوا عشر دقائق انتظروا عنده اجتماع قعدنا ننتظروا على الطاولة الصغيرة على أزرار مكتوب على كل زر عبارة كابتشينو ناس كافي تركش كافي كولا شاي قهوة كبسنا على الشاي والقهوة بعد خمس دقائق إجاءنا الطلب واحدة بطول البني آدم بوجه روبوتي جاية عم تتراوص وحاملة صينية عليها طلباتنا قربت وأهلت وسهلت فينا وضيفتنا الطلب وحملت درب طريقة ومشيت استغلت التكنولوجيا عن الإنسان حتى بأمور الخدمات البسيطة يلي عم تعيش منها درويش كناسة البيت ومسحه عبارة عن جهاز مستدير بتشغله قبل ما تطلع من البيت وهو بغيابك بيكنس البيت غرفة غرفة زاوية زاوية وبيمسحه كمان وما عدت بحاجة لتوظيف حدا لا لفاية ولا صانعة ولا مستخدمة التكنولوجيا ساهمت بقطع أرزاق البشر وسببت البطالة بكثير من الأماكن أو إنها سببت الخمولة والكسل والبلادة للإنسان لأنه ما عدت تحرك ما عدت يشعر بنشاط جسماني بمعنى إنه كتير من الوظائف صار يمارسها الموظف ببيته مو بس بزمن مسرحية الكورونا يا سيدي وبعد الكورونا صار وزن كل شاب فول مئة كيلو من قاعدة البيت كل شي جاهز ديليفيري أونلاين فوتير حقود عمال في ناس ما بتشغل زهنة بنوب وإن شاء الله من إلا ستين تقسيم عشرين بتقلك لحظة لشوف الكالكوليتر جدولة ضرب ما عاد نحفظ مع الطلبة لشو ليحفظوه الآلة الحاسبة موجودة وبين وبينكن أحيانا التكنولوجيا والتقنية الإلزامية بتطالع خلق والله بتطالع خلق تفتح تليفون لبنك أو مؤسسة تطلع لك المجيبة الآلية وبتملش للعين كيف حالك اليوم المكالمة المسجلة لضمان جودة الخدمة كيف بقدر ساعدك بتقول له بدي أحكي مع الموظف بتقول لك اضغط الرقم واحد تضغط واحد بيطلع لك صوتها وإذا بدك كذا اضغط رقم كذا وإذا بدك كيت اضغط رقم كات اضغط رقم نحن هنا وإذا بدك ذاك المهم بتنفذ التعليمات بيطلع لك صوت يسرنا خدمتك يرجى الانتظار بيحطولك موسيقى كمان تنتظر بظلنا طير فرج الله بعدين بتمل وبتسب التكنولوجيا وبتقول يا ناس بدي زلمة من لحم ودم تفاهم معها يعني فيه شغلات كثيرة التكنولوجيا عقادتها بدل ما لكل شيء آفة من جنسه حتى الحديد سطى عليه المبرد التكنولوجيا لا تعني أن نلغي إرادتنا أو أن نعطل مبادراتنا فلنحذك من حياتنا كل خدمة تكنولوجية لا تعزز إنسانيتنا أو تعطل تفكيرنا ولنحذر من سطوة من أوجدناه ليخدمنا لا لكي نكون له عبيداً من حيثنا نشعر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر